اشتركوا في القناة وأنا أشكر كل الصحفيين وأشكركم أنتم فأنا صحيح أنني هربت من أهلي صحيح أنا ما عدي أشتيش عندهم خاص أنا أشتيش عند عمي إيش براءة الطفولة إيش بذنب الأطفال من تتزوجوهم كذا يعني مثلا أنا بحلم الشغلتي صحيح بس بعض الأطفال براءتهم ما يحلوش مشكلتهم يمكن يموسوا يمكن ينتحروا يمكن يفعلوا اللي براسهم لأنهم أطفال ما يدورواش بحاجة يعني عندهم ما تعلموش ولا درسوا ولا حاجة يعني إيش زنبنا هنا مش الوحيدة يعني يمكن كل الأطفال فيه ناس كثير بعض الأطفال يعني دبزوا بنفسهم في البحر ما عباغي يعني إيش إيش براءة هذي هذي ماش براءة صح أنني أنا هربت من إلى عند عمي عمي ما كانش موجود فأني اتصلت لعبد الجبار يجيب يعني عبد الجبار جبلي بنش وسافرته أنا إياها للفديداء وهمي لما يعرف بالموضوع أقالي وكمان أمي تشتذ باللغت علينا الشرطة أنا عمري 11 سنة وتشتذ زوجني يعني يعني ما فيش حياة ما فيش تعليم ما فيش قوة ما فيش بين قلبهم رحمة إيش هذه التربية معاهم الموت أرحمني إنني أموت ولا أبقى أنا أفضل أن أكون عند عمي ولا أفضل عندهم يقتلوني يهددوني يغللي إذا روحتي عندهم أكبر نقتل يعني إيش هذا إيش تهديد يهددوا الأطفال يرضيكم زي أني كرهاها يزولوني يرضيكم وكمان أنا عادي القتل عندي عادي ولا أعيش عندهم ولا أعيش عندهم قتلوا أحلامنا قتلوا كل شي اللي فينا يعني مع باقي هذي ماهيش عاد تربية هذي أخذناها أخذناها إجرام إجرام خالته هي خالتي عمرها 13 سنة فعلت سنم عزوقها وقبت الغاز وتروشت با وماتت يعني كان شل الحدايد والحدايد ويسكر وبينهم مرض وبين كل شي يعني يعني يرضيكم 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 أنني أتزوج يرضيكم يا أمي يقنعي مني يا أهلي يقنعوني أنا مستيكم مش خلاص دمرت أحلامي كلها دمرتها